أسعد الله وقاتكم وصدقائي كيف حالكم متعبين القناة The Future Coin فيديو جديد على قناتنا القناة المهتمة بأخر أخبار العملات المشفرة طبعا أصدقائي بدأتكلم عن العملة اللي حرقت منا اليوم منصة بنس تقريبا 570 مليون دولار طبعا نحتكلم عن بينات التضخم اللي طلعت من تقريبا ساعة واحدة طبعا إذا أول مرة عبتشوفني أنا عبدالله شحادث صاحب قناة Future Coin و قناة Psy World عالم Bitcoin بدعوك أن تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس حتى يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة وبدعوك أن تنضم لقاعتنا على التليجرام الرابط رح ترك لك هي أسفل الفيديو طبعا دايما مننزل صفقات مضاربة اليوم نزلنا صفقة مضاربة على عملة الرسر طبعا حققنا ربح وصل إلى التسعين بالمية هذا أمر مهم جدا جدا مننزل صفقات مجانية لأعضاء قناتنا حتى نحقق الربح جميعا وطبعا مننزل أخر الأخبار حتى مننزلة على اليوتيوب يعني خبر التضخم نزل بعد 5 دقائق من إعلام بينات التضخم طبعا الرابط رح ترك لك هي أسفل الفيديو بالدسكريبشن خليكم معنا أصدقائي إلى بعد الأندرو طبعا أصدقائي تم الإعلان عن بينات التضخم الخاصة بشهر سبتمبر طبعا بينات التضخم كانت كالتالي طبعا في السابق كانت 8.3% تم انخفاض التضخم بنسبة 8.2% طبعا هذا إيجابي نوعا ما للأسواق العالمية لكن سلبي بنفس الوقت أنه المستثمرين أو المحللين توقعوا 8.1% لكن طلع مرتفع عن طوقعات وطلع 8.2% هاي نقطة سلبية لكن ممكن متأثر كثير بسوق العملات المشفرة لكن المهم بالنسبة إلي أنه تم انخفاض التضخم من سعره السابق اللي هو كان 8.3% إلى 8.2% هذا الشيء إيجابي نوعا ما وبيؤدي إلى ارتفاع الأسواق العالمية طبعا شوف بالنسبة للبيتكوين بيتكوين حاليا وصلنا إلى دعم هذا الدعم مهم جدا أزيقائي كل مرة بيرتد من هذا الدعم إلى مناطق مثل 21 و 22 ألف وحتى 25 ألف حاليا عم ننتظر أي ارتداد حتى اللامس منطقة ما بين 22 ألف إلى 25 ألف حاليا من المقاومات اللي عم نواجهها على عملة البيتكوين حاليا المقاومة الأولى عندي على منطقة ال 20 ألف و 500 والمقاومة الثانية على ال 23 ألف وبعدها على مقاومة ال 25 ألف هذه المقاومات مهمة جدا بالنسبة إلي إذا نجحنا بالارتداد أعلى منطقة 18600 الارتداد أعلى هذه المنطقة أصدقائي طبعا بيرفع كثير من سوق العمنات المشفرة طبعا الاستحواذ 41.5% هذا أمر إيجابي صارنا عندي انخفاض باستحواذ البيتكوين طبعا انخفاض استحواذ البيتكوين بيؤدي إلى ارتفاع الألتكوين وطبعا بالنسبة لعملة تيرا لونا كلاسيك دخلنا ووصلت إلى منطقة الشراء اللي نحن تكلمنا عليها بالفترات السابقة حاليا نحن عند منطقة الشراء اشترينا من الصفقة وحاليا نحن بانتظار الارتداد إلى مناطق ما بين ال 29 إلى 35 هاي أهدافي على عملة تيرا لونا كلاسيك طبعا حللنا وقالنا رح ننزل ونستقر عن منطقة 26 وهي منطقة الشراء المناسبة طبعا واشترينا فعلا من هاي المنطقة وحاليا نحن ننتظر عمليات الارتداد شو بنسبة لها العملة اللي حرقت منها منصة بايننس تقريبا 600 مليون دولار أو 570 مليون دولار اللي هي من عملة البي ام بي أعلنت منصة بايننس اليوم عن حرقة 2 مليون قطعة 2 مليون و 65 ألف قطعة تم حرقة اليوم من منصة بايننس طبعا هذا هو الحرق الربع سنوي رقم 21 هاي عملية الحرق رقم 21 طبعا كل تقريبا ثلاث أشهر منصة بايننس بتعمل عملية حرق تعمل عملية حرقة كبيرة بهاي الفترة اعلنت منصة بايننس عن حرقة تقريبا 2 مليون و 65 ألف قطعة من عملة البي ام بي طبعا بتساوي تقريبا 574 مليون دولار وطبعا في عندي عملية حرقة زايدة اللي هي عن طريق بتطبيق أو ميز لبيونر بورن بروغرام اللي هي بتساوي تقريبا 4233 قطعة طبعا هاي القطعة الزقائي بتروح لمحفظ بايننس الخاصة بتعويض المستثمرين أي مستثمر بتعرض للاختراق أو فقدان أمواله عن طريق أخطاءه بالمنصة طبعا بيتم إرجاع المبلغ المفقود أو بيتم إرجاع الأصول المفقودة الخاصة بالمستخدم عن طريق محفظ بايننس لاسترداد الأصول الضائعة طبعا الـ 4800 راحوا لهذه المحفظة لحتى تم تعويض الناس أصدقائي نكون وصلنا على الفيديو وبتمنى الفيديو يكون لنا لعجابك لا تنسى تشترك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمي مع السلامة وبدومتم بخير اشتركوا في القناة